كل اللاعيبة اللي بتلعبه في الهل والزمالك مؤهلين لعبه في الهل والزمالك لا مش شرط مع 30 لعيب في كل نادي بصرف النظر أنه هم موجودين في الهل والزمالك ممكن يكون level أول وlevel تاني أو الA والB والكلام ده يعني فيه لعبه في الناديين صعب يلعبه في الناديين مش صعب هو إمكانياته تصلح أنه هو ممكن يكون في الهل والزمالك لكن ممكن ما يكونش رقم واحد ممكن يكون بديل وبديل كفء كمان لكن ما يبقاش ستنج يلعب مثلا 7-8 متشاطة 4 مش هيقدر ففيه لعيبة في نادي الأهلي ونادي الزمالك بتبقى بودلاء كويسين جدا لكن فيه لعيبة بتبقى اللي هي السوبرستار أو اللعيبة اللي هي التقيلة اللي تقدر تكسبك كأهلي وزمالك بتبقى رقم واحد مين بيشتري أحسن أهلي ولا الزمالك الأهلي الأهلي بيشتري أحسن فيه لعيبة أوه ما بيبقاش لها حظ ويبقاش لها توفيق لكن عنده التعويد إنه هو بيعوض عنده ناس من قطاع نشئين عنده ناس تبقى قديمة بترجع من الإصابة بتعوض التشكيل أفضل صف عملاء الأهلي من وجهة نظرك آخر 4-5 سنين إمام عشور إمام عشور إمام لعيب راقي جدا بيعرف تحرك من نار الخطوط بيعرف يساعد زميله بيعرف يجيب جون بيشوت على الجون كويس قوي بيعرف ينظم مجهود وتلس عندي إيئة ودي مهمة جدا في لعبة بتفضل تجري الشوت الأول وأول عشرة دا بيعين تقع بدنيا إمام عندهش بديل في الأهلي؟ هو إمام موجود كلعب أساسي لكن بتتكلم على البوزيشن يعني بتاعه هو ممكن يلعب 6 وممكن يلعب 8 وممكن يلعب تحت الرصاص الحرب متنوع وعنده ميزة إن هو بيلعب طول التسعين دقيقة متعرفش هو بيلعب فين لكن انت بتتكلم في حسين الشحات بتتكلم على تاو وتتكلم على كهرباء وممكن يقوموا بنفس الدور ترجمة نانسي قنقر